روسيا تأمر القوات باستهداف أسلحة أوكرانيا التي يزودها الغرب أوكرانيا تقصف مستودعا في نوفاك خوفا في منطقة خرسون التي تحتلها روسيا تحت هذا العنوان تكتب في الولد شريت جورنل أمرت روسيا قواتها باستهداف صواريخ بعيدة المدى وأسلحة المدفعية التي زودتها الدول الغربية مؤخرا أوكرانيا بها فيما أشارت إلى كيف بدأت القوة النارية الإضافية لكييف في إعادة تشغيل الصراع وقالت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سرقيا شويغر طلب أمس من مجموعة من القوات الروسية جعل الأسلحة بعيدة المدى هدفا دا أولوية لمنع القصف أجزاء من شرق أوكرانيا تحت سيطرة القوات الروسية إذن الأسلحة الغربية أكيد أثرت على مسار الحرب بشكل عام هل سيفتح القرار الروسي الجديد بمهاجمة هذه الأسلحة جبهات حرب أخرى دكتور مهاجمة الأسلحة الغربية أو قصف الأسلحة الغربية هي رسالة من موسكو رسالة للمرسلين لمن أرسل هذه الأسلحة وتدل على أن هذه الأسلحة فعالة وقد تقلب موازين الحرب فهذا هي الرسالة الأولى أو المؤشر الأول لماذا قصفت هذه الأسلحة الأمر الآخر هي رسالة أيضا للغربية أننا سندمر جميع ما سترسلون سنقف بالمرصاد لهذه الأسلحة وندمرها الآن ننتظر أن لا تدمرها في ميدان المعركة الأوكراني لكن تدمرها في أثناء وصولها من بولندا فهذا السيناريو محتمل آخر الأمر الثالث أن روسيا بدأت تروج منذ أسابيع أن ما تم شحن إلى أوكرانيا أكبر من الكمية التي تظهر في مصرح العمليات وكأنها تخون الأوكرانيين بأن هناك عمليات فساد في بولندا وفي أوكرانيا أنه يتم بيع هذه الأسلحة الغربية ولا تصل أصلا إلى ميادين المعركة مما يثير الشارع الغربي ضد أوكرانيا أين ذهبت الأسلحة التي نرسلها إليكم فهي حملة روسية على هذه الأسلحة بثلاث طرق كما عشرنا إليها اشتركوا في القناة